اهلا بكم مشاهدينا واخر فقرة النهاردة معانا في حلقة الخميس 9 انار 2014 هنختمها بفقرة التنمية البشرية زي كل يوم خميس الفقرة النهاردة هتكون عن حاجة مهمة جدا وهي الزكاء العاطفي ايه هو الزكاء العاطفي وازاي نعرف نستخدمه اعتقد دي حاجة مهمة جدا وتهم كل الناس هيكون مشرف نظيف متميز جدا النهاردة واللي انا بتشرف وبفرح لما بشوفه دكتور اسامة عشم خمير التنمية البشرية سعر خير يا دكتور سبح نقول يا فادي ازايك وكل سنة وانت طيب والله بيفرحني وجودك لانه الناس كلها بتحب تقعد تسمعك الله يخليك يا فادي شكرا طيب احنا اتكلمنا في نقط كتير او في التنمية البشرية في كل اسبوع اخر كل خميس بنتكلم في التخطيط للنجاح وشخصيتنا ونشتغل ازاي لكن الدكاء العاطفي ده حاجة مهمة جدا وبيفتقدها جزء كبير من الرجالة بالذات لانه بيبقى الست هي اللي محتاجة انك تستخدم الذكاء العاطفي عشان تتعامل معها وازاي تعرف تتعامل ده بشكل عامي يعني اقل من الرجالة فالاول نعرف الذكاء العاطفي ازاي بس فادي واقع الاول بس يعني هو it's not related مالوش علاقة قوي بالرجل والمرأة كفك احنا عندنا طالما عاطفة فاحنا بنتخيل ان الزكاء او الاموشن الانتليجنسي او الاي اي زي ما بتسميه ليه علاقة بالعاطفة والحب لا هو مش related للقصة دي بالشكل اللي احنا متخيلينه فهو الديفنيشن او التعريب بتاعه زي ما تكلم عليه جولمان قال كده بالضبط هو كيفية تمييز شعورك وشعور الاخرين واستخدامه الاستخدام الصحيح فان انت تبقى عارف نفسك وتبقى عارف شعور الاخرين ناحيتك وشعورك انت ناحيتهم وتقدر تمييزه ازاي وازاي تستخدمه امثل الاستخدام الامثل لي طب يعني انا اعرف ان انا احس بي ولا ان انا افهمه لا تفهمه هي الاول بس يا فادي الاول ان انا احس بي ما انت لو مش مدركه لا يمكن هتبتدي ان انت يعني الاول اعرفه وبعدين ابتري احس ان انا عرفته وبعدين ابتري اتعامل من خلاله لكن لو انا مش مدرك يعني ايه خالص الزكاء العاطفي او الاموشنال انتلجنسي ده هستخدمه ازاي عشان كده ادراكي لنفسي او معرفة شعوري انا ناحية نفسي وبعدين شعور الاخرين بي وشعوري انا بالاخرين رح بنسميه امبثي وسامبثي ان انا عندي يعني متعاطف مع الاخرين والاخرين متعاطفين معي اعرف ازاي استخدم الحتة دي اكتر مما يسمى بالراشنال او الجزء العقلاني الجزء العقلاني او المعارفي اللي احنا بنقول عليه الايكيو معامل الزكاء ده بيبقى متلازم مع الانسان طول عمره انما الاي اي كوميولاتي تراكمي من خلال استخدامك لي يعني زيه زيه اي حاجة في الجسم كل ما هتمرنها كل ما هتقدر تستخدمها بشكل افضل جدا جدا ده جميل وعندنا مشكلة في قطاع كبير جدا من الشباب ان هو بداية هو مش قادر يفهم نفسه وبالتالي هو مش قادر يفهم الاخرين وبالتالي مش عارف يتعامل يبقى الشباب اللي يتفرج علينا ده نقوله ايه ونفهمه ازاي بالامثلة ازاي يقدر يحس بالاخرين يقدر يحس بنفسه الاول ويحس بالاخرين وبعد كده يتعامل عندنا تلت مراحل قسمهم انت بقى براحتك بص يا فادي الاول عايز اقولك ان في جزء من الـ AI يشمل الـ social intelligence او الزكاء الاجتماعي يعني الامبريلا او الشمسية اللي فوق هي الـ AI هي الزكاء العطفي تحتيه يتضمن الـ social intelligence فاللي ما عندوش AI ما عندوش emotional intelligence لا يمكن هتلاقي عنده جزء بتاع الـ social intelligence الـ agency عندو عائل هتلاقيه أولاية جدا فهو جاهري واندوز عالم العلماء عمل تقسيمة للناس according to AI على حسب الزكاية بالضبط كده اول نوع خالص من البني ادمين بيسميه الـ open arena او الانسان ارانا يعني فاسحة ساحة مفتوحة بالضبط اللي هو اللي في قلبه بالبلد كده اللي في قلبه على لسانه ده شخصية واضحة واللي الناس تعرفوا عن احنا هنا هنقسم حاجتين يا فادي الناس وانا لان هنا تعاملي انا الطرف الاخر مع الناس وانا الاول فاللي انا فهمه عن نفسي هو اللي الناس فهمه عني بالضبط فيش اي اختلاف وبالتالي احنا بنسميه الساحة المفتوحة ليه لانه ما عندوش سيكريتس ما عندوش اسرار ما عندوش اي حاجة يخبيها فاللي عارفوا عن نفسه هو بالضبط اللي الناس عارفة عنه ده اول نوع من الشخصيات فكل واحد فينا يقيس كده هو الناس عارفة عارف نفسه زي ما الناس عارفة ولا لا ده حتى في اموره الشخصية طبعا لان انت النهار كتاب مفتوح يعني بالضبط اللي هو اقولك ايه فلان ده على فكرة هادي ومؤدب وما فيش اتنين يختلفوا عليه ليه لانه هو واضح زي الشمس مش محتاج اتنين لا انا فهمته غلط لا انا فهمته صح هتلاقيه كلير و اوبن فورورد ستريت طب ده الموع الاولين النوع التاني لنسميه البلايند او الاعمى اللي هو ايه بقى كلمة بلايند يعني ستارة يعني او غطاء اللي هو متغمي عينيه ما يعرفش عن نفسه قد اللي الناس عارف عنه يعني تخيل الناس تعرف هقولك ازاي يعني يقولك ايه فلان ده مؤدب جدا جدا تيجي تقوله ومتواضع جدا تيجي تقوله ده حضرتك ما تقولك لا بالحكس انا مش متواضع ده انا يعني فيه احسن مني كتير جدا هو ما يعرفش عن نفسه الصفة دي الناس تعرف عنه الصفات اكتر ما هو يعرف نفسه تخيلك ده يعني نوع اعمى ما بيشوفش جوالك الناس تشوفه ده متواضع يعني ولا عنده ثقة في نفسه زي ده ولا لا هو مش قادر يعمل ريكوجنايشن او ريكوجنايز لصفاته فالناس تقدر تقيمه اكتر ما هو قيم نفسه يعني دايما يجي يقيم نفسه اقل من اللي الناس شايفاه يعني يقولك مثلا لا لا انا مش فضيع قوي كده الناس شايفاه هنا هو شايف نفسه هنا ففيه فر في الاثنين في قلة ثقة ولا زيادة ثقة لا ولا كده ولا كده هو ما عندهش وضوح في الرؤية لنفسه عنده غطاء على عينيه متخبي عنه صفات الناس شايفاها اكتر من ده عشان كده بيسموه البلاين او النوع الاعمى لنفسه ولكن ما كشوف للاخر النوع التالت اسمه الفيس اد فيس اد يعني فيس يعني وشه واد يعني يضيف يبقى يضيف وش على وش اللي هو بالبلد دي كده بوشين اللي هو ايه بقى اللي الناس عارفة عنه غير الحقيقي تماما ده عكس الـ open arena ده عكس اللي هو في الناس عارفة عنه كل حاجة زي ما هو عن نفسه ده بقى بوشين قدام الناس يبقى طيب وجميل ولطيف وحلو وهو غير كده تماما لما يقعد مع نفسه لما يقعد يخطط بقى وبتاع تلاقيه شخصية بوشين يتكلم في قدامك بوش ومن وراك يقول كلام فضيعي بقى يقابلك ازاك يا فادي عمل ايه وحشتين حبيب قلبي امزلت امزلت واول ما تيمشي قللك يا فادي ده سائل ده يا هو ده هو ده الفيس آد اللي هو الناس ما تعرفش اللي جواه جواه مختلف تماما عن ناس تعرف طيب هم احنا نقول لنا كده ترى انواعك كتاب المفتوح والبلايند اللي هو الأعمى عن صفاته والتالت والتالت اللي هو بوشين بوشين النوع الرابع هو في اربع انواع اربع انواع النوع الرابع النون اللي هو غير معروف لنفسه ولا للاخرين اللي هو فهم نفسه ولا الناس فهمه اللي هو يقولك ايه ده ده كثير عندنا ده اه ده بقى يعني اللي هو ايه بقى تلاقي هو نفسه مش نفسه مش عارك وعايز ايه انت عايز دولة انت دايما ايه ايه عايش في الماضي يعني هو بالنسبة له عايش في القديم مش فاكر ولا حيقول لك ده الرئيس سابق حيرجع ده أصلي مش عارف مين عايش في حالة نسيج من الخيال غامض هو نفسه مش فاهم عايز ايه وبالتالي الآخرين مش فاهم له حاجة وبيقولوا حاجات كوميدي كمان طيب الأربع عنواع دول هل كلهم يعني من الناحية النفسية كلهم سليمين نفسيا ولا في منهم حاجة تعبنة ما هو الأنون ده اللي هو لا عارف نفسه ولا الناس عارفة ده محتاج ده محتاج يتعالج ده محتاج ناس يروح لحد سايكاتريست طبيب نفساني يبتري يعمل له لأن ده personality disorders أو يعني بيقش الشخصية سوية وبوشوش ده أكيد والبوشين ده بوشين ده كتير قوى فادي ده يعني منتشر عندنا كمية فضيعة ده ببقى مرض نفسي برضو نا برضو ده محتاج حد يعمل له بس تصبيت لي personality للشخصية بتاعته لأن ده محتاج يصدق نفسه يعني هو دايما شايف عارف فكرة أني لأجذب ولكني أتجمل ما تيجي تكلم معي يقولك ما كل المجتمع كده يعني هو المكياج معناه أن أنا بجذب لا هي مش كده هو أنت بتحط صفات أنا بعرف فادي زي ما هو كده بحبه بصفاته الحلوة والوحش لكن ما تورني الشخصية مش جواك فأنا بعرفك بشكل مختلف فلما أجي أعرفك على حقيقتك يجي لي تشك يعني تخيل واحد مثلا ساكن في مختلف تماما في صفاته عن الصفات اللي هو بيظهرها يعني تلاقي مثلا أنا بشوفها كتير قوي في الانترفيو في الانترفيو في الشركات تلاقي واحدة مثلا ساكنة في حتة شعبية جدا مش عيب ولا غلط يعني ما كلنا ممكن نكون يعني إيه المانع يعني أنا عارف الشخصية كانت تحط بقى لبس مختلف وشكل مختلف وتحاول تتكلم كلمتين إنجليزي وهنا تيجي في نص تقولك إيه عاطش مثلا أو خلشي أه حي فتحس إن أنت إيه لا فين إزاي يعني زي مثلا مع الاختلاف الفضيع الرئيس السابق مثلا أما تقولي إن إنت كنت في ناسا ومش عارف إيه وبعدين تقولي دونت ميكس ودونت الله دا فيسقات يعني دا حضب وش على درايفنج آه يعني ما ينفعش يعني دا إيه إيه اللي تعلمه في ناسا ما هو دا وش بقى دا وش زيادة فيسقات أضاف وش لوشه غير الحقيقة طيب سؤال بقى الشخص اللي بقى ديبلوماسي يعني ما يحبش يزعر حد أو اللي هو ممكن يعني في ناس بتفكر بمنطق إن والله يدور على الحاجة الكويسة في اللي قدامي فأنا لما أتكلم عنها فأنا كده مش بنافقه ممكن يكون هو في كل الحاجات التانية بايزة بس هو بتعامل بالطريقة دا بيتصنف تبع أنهي لا دا بنقول عليه نوع من أنواع قاعدة عملتها ليزا فورد اسمها ياس بات أي والاك إيه أي ولكن دي يا فادي أنا عجبني فادي مثلا صفة واحدة وفيه مثلا ستة مش عاجبيني فأنت قدامك تو اوبشن اختيارين لتبتلي بالستة اللي مش عاجبينك لتبتلي بالصفة اللي عاجبك اختار أنا لازم عشان أكون ديبلوماتيك وكون دا من ضمن الاموشنال او الزكاء العاطفي طبعا ان انا ازاي استخدم الصفات البوزيتف أكتر من الناجاتف أبقى ذاكي اجتماعيا عشان الوقت مايروحش للنين احنا قلنا الاربع أنواع قلنا فيه اتنين لازم يتعالجوا يعني يشوفوا لهم دكتور باتنين الاولانيين بقى اللي هو الكتاب المفتوح والشخص اللي هو الأعمى عن ذاته اوكي ازاي يستخدموا الزكاء العاطفي اللي مفتوح دا مش محتاج اي حاجة دا لانه شخصية ماتيور شخصية ناطجة وفلاكسابول ومارن وبيقدر يعمل وراجل ما عندوش ما يخفي ودول بردو كتير يا فادي على فكرة في ناس فورورد ستريت ودول مشكلتهم ان هما بيحصل لهم اتشاط مع المجتمع لانهما طول عمره ما يحبش كذب فيقابل واحد كذاب فيقولك ايه دا ازاي كده ما بيحبش النوعية دي من الناس فده راجل رائع يا ريت تبدا يتعامل ازاي في الحياة ابدا هو هو جوا يعني برضو جزئية ان هو واضح في كل حاجة فطب هل الامور الشخصية المفترض ان البني ادم يبقى واضح فيها اوي كده يعني هل المفترض ان البني ادم يبقى واضح في كل حاجة بص في فرق بين الاسرار الشخصية ووضوح شخصيتك يعني انا النهاردة لما حط صفة رأي السيافة بنسميها دومينانت دومينانت يعني صفة سائدة يعني مفيش مساء يقولك فادي ده بني ادم حيقول الصدق لما على رقابته احمد ده شخصي كل واحد ليه صفة كده واضحة للناس الحكاة مش محتاجة نقاشة الوقت عمال بيجري معك يا دكتور وفاضل لنا قال لي من ديها مش عارف ازاي بيقول لي قال لي من ديها تختم كلامك بايه بقى اقول للناس يا ريت نستخدم الاي اي 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 بشكل صح معنا في السنة ويكون لنا بص يا فادي انا عايز اختم لصايح كده سريعة واحد خليك متصالح مع ذاتك عشان تقدر تستخدم الاي اي بشكل كويس خلي في توازن ما بين الزكاء العاطف الاي اي والراشونال او الجزء العقلي عشان تقدر تستخدمه بشكل صح خلي في توازن ما بين الرايت برين الفص المخ الايمن والليفت برين اللي عايز اي دي اه لا ده سهل جدا على فكرة انه بنا نتكلم فيها لان اليمين ده عليه كل الحب والاموشة زي الشمال ده كل الماثيماتكس والقصة فلازم نعمل التوازن ده عشان نقدر نعيش صح ونعيش في سعادة والله يا دكتور نفسي نكمل كلام بس اعتقد انه لو الناس دورت دكتور قسام عشام على الانترنت هتلاقوا كلامه دكتور قسام عشام خبيل التمال بشرية نورتنا جدا دكتور والله كان نفسي الوقت يطور عن كده مرسي يا فادي مرسي لي شكرا فادي مرسي خطس مشاهدينا دي كان نهاية فقراتنا النهاردة في 9 يناير 2014 يا رب بيبقى ويك اند سعيد عليكم وعلى كل اللي بيحبونا واللي يكرهونا لا نشوفكم على الف الخير مع فريق عمل جديد سلام موسيقى